وإحنا بنتكلم عن الدعم وعن الإنسانية طبعاً إحنا كلنا زي كل العالم تابع أخبار الزلزال الكبير في تركيا وسوريا وكلنا بنتابع أعمال الإغاثة والمساعدات العالم كله يراقب بقلق وحزن وأحياناً بعض الفرحة لما يفلحوا أنهم في سوريا أو في تركيا يطلعوا ناس من تحت الأنقاض لكنها لحظة إنسانية صعبة في المواقف الإنسانية الصعبة تتقدم الدول الكبيرة للدعم والمساندة ومصر دولة كبيرة مصر من أول لحظة من أول محصل الزلزال تواصلت مع سوريا ومع تركيا وأعلنت عن تقديم مساندات إنسانية وطبية لمنكوب الزلزال مصر من ضمن أوائل الدول اللي قدمت المساعدات لسوريا واللي قدمت فرق طبية وهذا الموقف المصري كان محل تقدير وإشادة بمنظمات دولية كبيرة وكثيرة ومنظمات إقليمية وسورية كلهم بيقولهم إزاي الدولة المصرية والشعب المصري مدوا يد المساعدة للشعب السوري لضحايا الزلزال قصاد حضراتكم شكر لمصر وشكر للشعب المصري إحنا بنشكر الدولة المصرية وبنشكر الشعب المصري لكن إحنا اتعلمنا طول عمرنا إن الجدعانة والمحبة والمساندة مفيش عليهم شكر وإنما بيتم مبادلة المحبة بالمحبة